الأول السؤال العريض اللي الناس تفهمه هو يعني محل الأداء أصلا؟ تمام أول حاجة هو محل الأداء مش يعني إحنا هنا في مصر إحنا بنتكلم على فرض واحد محل الأداء لكن في العالم كله ده تيم كامل يعني جوارديولا مثلا عندي 24 محل الأداء اللي 24 محل الأداء عند جوارديولا متخصصين كل واحد لحاجة معينة جو الملعب يعني فيه ناس متخصصة للفريق الخصم اللي إحنا هنلعبه فيه ناس متخصصة للفريق بتاعنا بمعنى أنا بشوف العيوب والإيجابيات بتاعت فرقتي وبقدر أشتغل عليها لو في عندي عيوب عايز أن أنا أحاول أن أنا أتفاداها المتشاط اللي جاية بعمل زي بلان معينة ببدأ أن أنا أبرز للمدير الفني الأخطاء اللي موجودة عندي بعد كده ببدأ أشوف الإيجابيات اللي موجودة عندي ده بالنسبة لفرقتي أنا أخطاء في الطرق اللاعب ولا أخطاء في العماصة النفسية في اللاعبين وتمركزاتهم في تمريغاتهم في اللي بيعمل لونج باص اللي بيعمل تاكلينغ غلط اللي بيغطي غلط بالظاف تبرو عليك يعني هو في الأول خالص طريقة اللعب اللي احنا بنعب بيها كل حاجة منوط بيها المدير الفني أنت كمحل دقريك استشاري أنت بتقدم للمدير الفني ريبر تقرير موجود فيه الأخطاء اللي موجودة جواه المتش وموجود فيها الإيجابيات برضو لو هو حابب أنه يتفرج عليها أحيانا على فكرة المدير الفني ما بيبقاش عايز يشوف الإيجابيات لأنه أكيد خلاص لمسها وعارفها عارف أن اللعبي فلاني شغال كويس أحيانا لما بيجي يسأل فيها لكن هو الأهم بالنسبة له العيوب والأخطاء لأنها يداية اللي لازم يتلفى عدد منها كبير الأرقام دلوقتي كمان تطورت يعني في الأول تحليل الأداء من حوالي 4-5 سنين لما بدأت الموضوع كانت الأرقام ساعات بتبقى جامدة شوية ما بتعبرش عن الواقع اللي بيحصل في الملعب بمعنى ممكن تلاقي العيب بيعمل بصات كتير فأحيانا تتخضع فيه إن هو أحسن في الملعب بباصي صح بس ممكن تبقى تمريرات كلها الوراء بالضبط تمريرات كلها الوراء تمريرات كلها مفيش ضغط عليه مش أندربريجن مش تحت ضغط تمريرات أحيانا ما بتخلقش فرصة أحيانا تمريرات بيبقى الباصي التاني اللي بعدها بيتقطع فهيبقى لا بيحطها بشكل مش كويس أحيان بتبقى تمريرها صحيحة بس هي تمريرها خطيئة عشان هو لو كان مرر لواحد تاني كنت ممكن تبقى أفضل باستميل اللي هو مررها فمتتحسبلوش اللي حالك بتتكلم فيه ده هو الأبضيات اللي موجود دلوقت ان انت بتشوف ما بعد الباص يعني أنا كمان مش بس بشوف اللعيب عمل ايه لأ أنا بحلل الأرقام نفسها في قراءة للأرقام نفسها اللي بتجيلك علشان لما تيجي تروح للمدير الفني لما تيجي تقول له مثلا سيء مثلا فيه لعيب في الملعب بيوصل لجول عشر مرات مثلا وجاب ثلاث جوال مثلا لأ ممكن يكون لعيب تاني بيروح بأرقام أقل شوية بس بيجيب منها جولي بفعالياته أقوى يبدأ بالنسبة لي أهم لأ فيه حاجات كتير جدا بتحصل دلوقتي لكن زي ما كان الكابتن حتى بتكلم مع حاجة كان اسمائته كابتن عبداليل كان بيتكلم فكرة ان ازاي مهم جدا طبعا مهم جدا جدا المحلل ده أنا بيتمنى كمان ان شاء الله الفترة الجاية واتوقع ده الناد الأهلي بدأ بكده ان عنده اثنين محللاته ده وبيفكر في الثالث واتمنى ان كل انديات مصر بفكره في واحد واثنين وثلاثة لان فعلا الموضوع كبير جدا اكبر من ان انت بس بتحل الكورنات دلوقتي المحللاته ده احيانا كمان بيدخل في الجزء البدني بيحلل السرعات وعدد المسافات اللي بيقطعها كل لعب في الملعب بيحدد كمان شكل التمرين البدني اللي هيتعامل من بعد الموضوع نفسه هي بالمين وعدد قد ايه فالحاجات دي بقت صعبة جدا ان واحد لوحده يقدر يعملها لازم يكون في اثنين وثلاثة في كل تيم وتوقع ان رواتبهم حتى مش كبيرة ليه لا ان كل مدربين الدوري في مصر يكون عندهم ناس وبقتين رواية كتير في مصر كمان كتير وفي شباب بقوا فاهمين الشوانات دي كويس او فات اليوم بيتوروا من نفسهم كتير وفي شركات في مصر كمان شركات بالضبط بتعداتها وبيانات بتقدر توصل للناس بدل ما تاخد الارقام جامدة زي ما هي كده وما تكونش لها قراءات لا هتحد يحللها صح وحد يساعدك صح وكلنا شباب صغيرين موجودين في مصر صح التكلفة تقريبا مش كبيرة عليك وبالعكس دي حاجة هتعلم من قيمة الدوري وهتعلم من قيمة الدوري في بعض المدربين واكيد انت واجهت ده يقول لك لا لا انا شقول انت ايه انا مدير فان انا انت عملت مع مدربين كده يقول لك اقول له محايل اداء يقول لها انا المدير الفني وانا اللي شايف الصح وانا اللي شايف الغلط والارقام دي خداعة والارقام دي مش صح والارقام دي مش هي اللي هتعمل فرقة وما احنا المدربين زمان كانوا بيشتغلوا ازاي وهكذا اكيد واجهت ده والله احنا مع كافة عظيمة لا لا اصد واجهته حتى في الماركت مش لازم مع حد مباشرة اقول لك على حاجة وبصراحة كمان انت كمحل لازم تاخد خطوطين ثلاثة الوراء وانت حتى كمان بتعرض الارقام دي تعالى المدير الفني لازم تكون بتعرض الارقام بشكل فيه يعني تعرف الطبيعي او توصيف دورك ايه جوا جهاز الفني انت دورك ان انت توصل اللي المدير الفني بيطلبه منك على فكرة مش كل مدير الفنيين بيطلب منك كل حاجة بعد المطش يعني مش كل واحد مش عايز يريبول بتاع كل العيب في الملعب عمل كم باسو كم شوط لا هو احيانا بيبعايز يعرف حاجة معينة هو اشتغل عليها في التمرين وعايز يشوفها في الارقام انا بشوف ان كل مدرب لو هو مؤمن بالعلم جدا ومؤمن بالتخصصية ومؤمن بالأدوار جوه الجهاز الفني هيدي دور كبير للمحلقة ده بالعكس هيسمع منه كتير هو في حسن من البيب جورديولا لا طيب جورديولا جايب بتقول لي مع 24 محلقة ده ده يورجين كلوب المتشي اللي فات بتاع فيا ريال كان بيجري سبرينت ما بين الشوطين بيدخل للقوضة ففي ناس بتتخيلنا وبيجري لأسباب لا هو بيدخل لان هو محدد الـ 12 ديئة الخمشرة ديئة منهم 12 ديئة بالضبط اللي بيتكلم فيه فهو محدد انه داخل يشوف اللقاطات اللي هيعرضها على اللعيبة بين الشوطين ايه فهو غير مانيه خليها سترايكر ونزل لويس دياز هافليفت وخرج جوتا فهو غير الطريقة فهو بالنسبة له أساليب الضغط ومتوظيف اللعيبة وكل واحد في الملعب هيعمل ايه اختلفت طبعا فهو داخل يجري سبرينت عشان يلحق قبل ما اللعيبة تدخل يبدأ يزبط مع الناس التقنيين اللي جوا اللي موجودين بتاع تحليل الأداة هنعمل ايه فتخيل هو عايز يكسب وقت ازاي وعارف اهمية اللي هيعمله ولماتش تقلب شوط التاني جاب جوليل وكان يقدر يجيب التالت وجاب التالت يعني عمل ماتش هايل فده أكبر ضل على ان الناس خلاص التحليق ده بقى بيساعدك جدا في بيأثر عليك المسفات يعني اصلا انا برضو بحب الشغل التالت مع الاداء ده يعني في جزء ايه مثلا بتاعت الهيتماب الهيتماب دي اللي هي الخريطة الحرائية انت مثلا ممكن تقول للعيب مثلا هتديك مثال يا طهر يا محمد طهر في مبارات بفاكستيف انا عايزك تخش على العمق كتير مش عايزك تلعب على الخط فانت تروح تقول للمدرب الراجل ده الهيتماب بتاعته تحركاته كلها كايت على الخط ما دخلش جوا فانا ابقى مشجع عادي شايف لطهر محمد طهر عمل مباراة عظيمة المدرب لما انت تروح له تقول له الراجل ده ما عملتش دوره اللي انت كنت عايزه منه ده كان المفودي بقى هنا وكانت طول المطش على الخط صح اللي حاجة بتقوله ده في حالة انه هو يكون مرانه عليه في التمرين يعني انا بروح قبل التمرين بقول النقطة الضعف ما بين الباك والمساك على سبيل المسال حاجة بتتكلم عليه فهو لازم يدخل يشتغل في العمق دي مشكلة انا بحددها ازاي بجاب عن طريق الاركام رقم واحد ورقم اثنين الفيديو لان انا لازم اخلي اللعيب يشوف ده بعينه يتخيل يعني يتخيل اللي هيحصل ايه بالزبط يشوف كمان نقطة الضعف اللعيب الفلان اللي بيلعب مكانه ده طبعا بعد توقع برضه لان انت بتتوقع التشكيل اللي هيحصل ممكن المدرب يغير اللعيب اللي عنده نقطة ضعف ممكن يغيره فانت بتتوقع الحاجة وما بعد التوقع كمان فانت بتقول له مثلا نشتغل في العمق فهو المدرب يدربه عليه تمام لما عملهاش في الموتش ساعتها تقدر تحزب لكن في مدربين ما بيمرنوش أصلا عليها فانا في الحالة ديت هقول له ازاي ان انت ما عملتهاش يعني متخيل ان انا روح للمثل ساي مسلماني فبنقول مثلا ان طهل لازم يتحرك في عمق بشكل كبير نفترض المدير فاني مش عايز يتحرك في العمق او ممرنوش عليها خلاص دي انت وديت قلت العيب اللي موجود فين فكرة ان هو حزبه لو هو قالك ان كمحلق ده ان اللعيب الفلان اللي ما بيتحركش في العمق تقول له ارقام وقاوة تتحرك مرتين بس وانت اقل له ادخل جوا دايما فانا في الحالة ديت المشكلة عند طهل عند اللعيب مصد فيه انت واصدي كورس سابتة نفس الكلام هو مثلا بيحط وكل واحد بيمسك مكان معين بيمسك رقم معين في التيشرت مثلا لو اللعيب دوت ساي مسلا خرج من الملعب فانا كلعيب قاعد احتياطي لازم اكون عارف ان انا اللي هنزل مكان وهمسك نفس الرقم مم فلو نزلت ما عملتهاش يبقى المشكلة عند اللعيب اللي نزل صح فهمت واصدي يعني هي الموضوع بيبقى محدد واحسن من زمان زمان كان يقول لك انسان امسك القريب منك مم في الكورس سابت يقول لك مسك مم والمسك يمسك يمسك سبعة ويمسك ست فتيجي بعد كنت عفش تحاسب الموضوع بيتوه منك صح بيت عقرة من رقم سبعة لو جاب جول فهطلع اقول له ان انت الخطر طب اسألك سؤال غريب شوية او مش غريب يعني هو ممكن يكون بعض الفرق او بعض المدربين يقباله بيه وبعض المدربين لا هل محال اداء ممكن يتدخل اثناء المباراة يعني ممكن تقول مثلا للمدرب خد بالك اللاعب دوت عنده مشكلة فانت محتاج تشوف اسكنت حتى لو رئيس تشاري طبعا تتدخل اثناء المباراة ولا بيبقى بعض المباراة وابن المباراة بس هو احيانا بيبقى التدخل كله ما بين الشوتين يعني هو اللي زي اقول الحكرة هو مثلا ليكلوب بيجري علشان بين الشوتين علشان يسمع ابن الشوتين بالضبط يقدر يسمع من الناس الاخطار لا في مصر هنا بقى في مصر هنا محال اداء ليه دور بين الشوتين ولا بعده قابل بس هو في مصر حاليا يعني بنسبة 60-70% محال اداء بيكونوا موجودين في المدرق ما بيكونش موجودين عندك اصلا انا كنت مثلا موجود مع كبتن على الارضة اه بالضبط يكون عايز يستفصل عن حاجة في الملعب عن رقم لعيبة عن حاجة جوال ملعب طبعا لازم تديله معلوماتك على طول حاجة بقى لو حصل الدروب أو حاجة زي كده أحيانا بيبقى الموضوع مشتت أكتر للعيبة لو أنت روحت له وقلت له مثلا في وقتها أني في مشكلة لا أحيانا بتفتح منك أكتر في الأخطاء فلا فيه توقتات معينة ممكن لو فيه وقت هادي الناس تطلعت شرب مياه زي ما كان بيتعمل ووتر بريك مثلا فالناس بتطلع فتطلع في الوقت ده تقول لكابتن لو كابتن سألك فأنت بتقدر تخرج له كل حاجة بتبدأ لايف معك انت خلال شايف أرقام شايف حتى كمان أكتر مناطق استرجاع الكورة أكتر مناطق الكورة تطع منك فيها أكتر مناطق أنت بتروح تهاجم منها اللعيب الفلاني اللي عندهم وليكن سي عنده كبير في السن مثلا في إمكاناته البدنية بدأ يقع شوية فإزاي أن احنا نضغط عليه في المكان ده ده كله طبعا بتورهوله دايما على طول يعني دايركت هو وهو في الملعب لايف خلاص عايش معك كل حاجة بالذات بس هو يسأل يعني طيب المدرب ممكن يحسب المساعد بتاعه في استشارة في حاجة في تدريبة أو تدريبة طلب منه أنه يضربها للعيبة فما ضربهاش بشكل كويس هل المدير الفني بقى يقدر يحسبك أو بيحسبك أو إيه الأخطاء اللي أنت ممكن تطع فيها عشان يحسبك عليها كمحل الأداء آه طبعا يحسب على سبيل المثال إحنا بنروح نلاعب تيم معين فأنت بتتوقع تشكيل أساسي هيلعب وتشكيل تاني على أساس التشكيل ده هو بيحط نظريته ترتيبه طريقته أسلوبه فلسفته حتى في الماتش اللي جاي هيلعبها ازاي فأنت لما بتيجي تروح تقوله الكلام ده فهو بيبني عليه جزء كبير جدا من شغل أنا عارف أن التغييرات اللي ممكن تحصل مش هتبقى كبيرة يعني هيبقى واحد أو اتنين في التشكيل بس برضو أنت بتحاول تساعده على قد ما تقدر فأنت طبعا هو لا هو بيرجعلك بيقولك مثلا التشكيل الفلان اللي أنت وديتهولي مثلا ما يساين ملعبش منه عدد كبير جدا لا يبقى أنت عندك مشكلة لو لا مثلا أن الفرقة ديت ما بتلعبش على اللي أنت بتتكلم فيها مثلا فرقة بتلعب على الساكن بول في مدربين في مصر كتير بيلعبوا بيلعب زون بيبدأ يلعب على الساكن بول على فروق الطويل يبدأ يسند للناس اللي جاية من تحت وبيلعب عليها وبيكسب بيها كمان مرشات كتير فأنت لازم تعرفه ده لازم تعرفه طبيعة كل ملعب بيلعب فيه لو ملعب ده شوية غير ملعب كبير لو أنت بتتبع الكرة المصرية كده بتبص للعبين غيرنا أنت بتبص للعبين رقم صح؟ بتبص له أرقام من من اللعبين اللي موجودين في الماركت في الكرة المصرية بقيد عن الأسماء الكبيرة اللي احنا عارفينها شايفوا بتقول إيه؟ لعب ده هيبقى ليه مستقبل عظيم جدا لعب ده هيبقى في سوق الانتقالات عليه شغل جامل جدا عشان أرقامه كويسة والناس مشو أخده بيها لها منه فيه لعيبة كتير يعني مثلا على سبيل المثال فيه في فيوتشر محمد رضابوبو لعيب هايل أحمد عاطف طبعا فرود خلاص يعني هو كان مشروع في دجلة وعلى فكرة كان عين عليه يعني السنة اللي فاتت لكن خلاص هو موجود في فيوتشر وفيه كلام على انتقالوا لأهلي والزمالك طبعا فيه ناس نجوم كبار زي زيزو مثلا بيبقى مقفل العدات زي ما بيقوله طبعا جوال وأسستات وكور سابتة ما شاء الله عليه فيه لعيبة تانية مثلا على سبيل المثال عجبني علاء عماد مايهوب بيلعب في استرن كامبري ده جناح شاب صغير أحيانا ما كانش فيشار كتير لسه رايح لهم في يناير لعيب هاي اللي هيبقى ليه مستقبل كبير صحيح كان كنت قريب من النادي الأهلي انضموا من الجهاز الفني للنادي الأهلي والله هو كان فيه يعني أنا شفت في الجرائد يعني في الإعلام نزل كلام كتير ان هما سألوا في النادي مقصة اللي كنتم موجود فيه يعني أو يستشاروا يعني شافوا قدين ايه كان فيه كلام ان فيه محل الأداء هيتضاف للجهاز الفني مع موسيماني بس هو جاب واحد اللي كان موجود معاه هناك في جنوب أفريقيا قبل ما ييجي في سونداونز اسمه كايل سلمان تقريبا وهو اتنين معاه محل الأداء اتنين هايلين يعني وهو راجل مؤمن على فكرة بدورهم جدا معاه والدليل ان هو مش جابه لمخطط أحمل واتنين مدربين معاه فطبعا شرف كبير يعني أنا ابن النادي واشتغلت في النادي مدرب السنة اللي فاتك وكنت موجود برضو مدرب في الناشئين لكن ما كانش فيه نصيب لك الاو في أي وقت طبعا من الله اللي ده بيأتي في أي مكان وفي أي تايتل كبعا نشتغل طبعا